نجاوب بقى على حضراتكم بالنسبة للتقرير وبنقول شوية بقى معلومات عن هذا الموضوع وهو شرب الأطفال للمياه وهناخد الموضوع بالترتيب كده زي ما اتفقنا إمتى العمر المناسب كان زمان بيتقال أنه بعد أول ست شهور من العمر زمان كان بيتقال أنه أول ست شهور ده حصرياً كده الطفل ما ياخدش مياه لأن الطفلك بيحصل على احتياجه من المياه هكذا كان التصور يعني في السابق من خلال الرضاعة سواء الطبيعية أو الصناعية الرضاعة طبيعية اللبن الطبيعي بيبقى فيه مكون من المياه ورضاعة صناعية أصلاً بتتعامل بالمياه بإضافة طبعاً اللبن الصناعي عليها بعد كده الأبحاث الطبية نصحت أن البداية تكون بدري عن كده شوي وبالتحديد قالت الأبحاث دي أنه ممكن البداية تكون من الشهر الرابع طيب الدنيا وقفت على كده لا مؤخراً بقى حاجة حديثة قوي أوسط أبحاث طبية أحدث بأن تكون البداية من بعد الشهر الثالث وده بسبب التغيرات المناخية الحد اللي أثرت على معظم أماكن العالم هديكوا شايفين ومتابعين حاجات غريبة جداً حصلت في فصل الصيف كمان تحديداً السنة دي وحرائق وما إلى ذلك حصل تغيرات مناخية حد جداً فالأبحاث الطبية دي ما سابتش الموضوع بتدت تشتغل فقالت أنه الأفضل أن احنا نبدأ بعد الشهر الثالث وده هنا إجابة لرغضة حتى لو جوا حر يا رغضة ما تقلقيش لأنه زي ما اتفقنا اللبن بتاع الرضاع سواء الطبيعية أو الصناعية بتوفي احتياجات الطفل من المياه إنما المياه الشرب العادية بقى إن احنا نديها للطفل كده بشكل صريح من بعد الشهر الثالث طيب على فكرة حنا بندي للطفل كده بعد الرضاعات أو ما بين الرضاعات هتعرفوا دلوقتي طيب الكميات بقى المطلوبة بتكون قد إيه على مدار اليوم يعني وده نقطة مهمة أو يحب إن أنا أعرف حضراتكم عليها لأن فيه أحد السيدات في التقرير قالت أنا كنت عايزة عود إبني على المياه هو شرب المياه شيء جميل لكن برضو كل حاجة بتزيد عن حدها بتقلب ضدها فعشان كده لازم نبعارفين إيه هي الكمية المطلوبة البداية بتكون بقطرات قطرات من المياه فعلا وأفضل اختيار هو استخدام ببرونا صغيرة مش أطارة لأن الأطارة ممكن تشرق بنشتري ببرونا حتى لو الطفل بيرضع رضاعة طبيعية بنشتري ببرونا صغيرة بتاعة الحديثي الولادة وبنحط فيها كمية من المياه الببرونا بيبقى فيها ثقب صغير ويبتدي الطفل ياخد نقط فعلا بداية التجربة بتكون إن الكمية بتكون من حوالي من 10 ل 30 ملي على مدار اليوم يعني الكمية من 10 ل 30 ملي على مدار اليوم ده إمتى في البداية بتزيد الكميات دي بالتدريج من الشهر السادس احنا قلنا بقى بنبدأ من الشهر التالت من الشهر السادس بتبتدي تزيد الكميات وبتوصل لغاية 50 ملي على مدار اليوم برضو وده لغاية 9 شهور يعني الفترة من 6 شهور لتسعة شهور 50 ملي كويس قوي بتزيد الكمية وتوصل لـ 80 ملي عند نهاية السنة الأولى حلو كده؟ حلو طيب على فكرة شرب المياه إجراء روتيني بعد الوجبات الغذائية يعني لما تأكله الطفل تديله مياه ومش لازم بعد الرضاعة دي نقطة مهمة يعني لما الطفل يرضع مش لازم تدوله مياه إنما لما الطفل يأكل لازم تشربه مياه بعديه من بعد السنة الأولى بقى بتختلف كمية المياه اللي بيحتاجها الطفل حسب المكان الموجود فيه يعني مثلا الطفل كان قاعد طول اليوم في البيت ولا خرج مكان خارجي مثلا مكشوف أم مثلا بتروح الشغل بتسيبه عندما متها بتودي حضانة وهكذا فده برضو بيختلف شوية حاجة تانية بتفرق كمان حسب النشاط الطفل سواء الحركي أو الزهني وهنا بس عايزين نقف سنة إنه لو فكرته كده هتلاقوا إن ده طبيعي يعني إحنا مثلا لما بنخرج في الحر بنحس إن إحنا عطشانين تمام فالطفل نتعامل بقى يعني نتعامل معه لإنه زينا بالضبط بس هو على صغير تمام يبقى بيفرق حسب المكان اللي موجود فيه الطفل ودرجة حرارة المكان ده بتفرق المجهود أو النشاط اللي عمله الطفل سواء كان نشاط حركي أو زهني يعني النشاط الزهني ده برضو بيستهلك وبيخلي الطفل يبقى محتاج للماء وحسب عوامل تانية برضو زي مثلا إذا كنا قدمنا للطفل أكلات حدقة وده غلط طبعا يعني في بعض الناس بيدوا مثلا للطفل ممكن أكل يبقى حادق سن وده غلط نحن قلنا ممنوع الملح أو قدمنا للطفل عصير والنقطة دي هنجلها على طول دلوقتي المهم إن الكمية في المتوسط خلال السنة التانية بتكون حوالي 250 ملي على مدار اليوم وده خلال السنة التانية زي ما قلنا بنوصل للرقم ده بالتدريج اعتبارا من السنة التالتة ممكن الطفل يشرب حوالي 500 ملي يعني نص لتر على مدار اليوم وده بالمناسبة ربع الكمية اللي احنا بنحتاجها ككبار على مدار اليوم يعني احنا بحد أدنى بنحتاج 2 لتر مية خلال اليوم من عمر 5 سنين بيكون المتوسط المطلوب للطفل حوالي لتر واحد على مدار اليوم طيب المية بقى بتكون سقعة ولا عادية المية لازم تكون معتدلة في درجة برودتها يعني في الأيام في الأجواء الحرة زي اللي احنا لسه فيها شوية يعني يعني كان فيه مصطلح كده الناس تقول ايه تشرب مية سقعة ولا سخنة فيقولك نص نص صحي كده؟ الطفل برضو يشرب المية نص نص طبعا ده في الأجواء الحرة بس أما لما درجات الحرارة بقى بتنخفض في فصل الخريف أو الشتا ان شاء الله كده يعني في الفترة اللي جاية فبتكون المية من خارج التلاجة أنا بحذر بس حضراتكم من خطورة المية البردة لأن فيه ناس كتيرة بتحب تشرب المية سقعة قوي المية البردة دي غلط على الأطفال خصوصا بعد ما الطفل يكون بزل أي مجهود حتى لو المجهود ده انتوا شايفينه مجهود بسيط الأثار السلبية على المعدة أو الجهاز الهضمي بتاعة المية السقعة دي بتكون غلط كبير قوي 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 يعني بتكون خطيرة وبتسبب ما يعرف بالصدمة يعني وبتعمل حاجات كتيرة قوي يعني بعد الشر طبعا على كل الأطفال لكن أنا بس يكفي أن أحذركم كده بشكل واضح وسريح يعني وصريح بلاش المية السقعة قوي للأطفال المية زي ما قلنا بتبقى نص نص مهما كان الدنيا حر لأن درجة حرارة الجسم من الداخل سابتة يعني إحساسنا إحنا بالحرارة حاجة ودرجة حرارة الجسم وأعضاءه الداخلية بتكون سابتة فما بيكونش الجسم في احتياج للمية البردة قوي المية تبقى نص نص زي ما قلنا طيب يا طرى المية تكون من الحنفية ولا بتكون إيه المية ممكن تكون من الحنفية بس يكون طبعا مزودة بفلتر لتنقية المياه المية يعني من الحنفية بس يكون فيها فلتر أو المية اللي بتكون معبقة في زجاجات أو حتى المياه العادية بتاعت الحنفية من غير فلتر بس بشرط أنها تكون تغلط وتثابت تبرد تماماً